اشتركوا في القناة والمنعم العظيم الذي نتأمل سلام على ملاذنا الذي به نلوذ وبفنائه من شرور أنفسنا نعوذ سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السابعة بعد العاشرة يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها في حلقتنا الماضية تم الكلام في مراتب الزمان ثم شرعت في مثال تقريبي وتوضيحي للذي حدثتكم عنه فيما يرتبط بالبعد الغيبي والوجه الغيبي للزمن للزمن الذي هو محسوس بالنسبة لنا ومدروس كذلك فقد حدثتكم عن زمن محسوس بنوعي وعن زمن مدروس بنوعي وانتقلت بعد ذلك إلى الزمن الوسيع النوع الأول منه الزمن الوجودي والنوع الثاني الزمن الغيبي في المثال الذي أخذته لكم وهو سورة القدر حدثتكم في الأفق الأول من آفاق سورة القدر ومن أنها خير من ألف شهر لا بد أن تلتفت إلى أننا نتحدث عن ليلة من شهر قمري فشهر رمضان هو شهر قمري فهذه ليلة قمري وهذا الحساب في سورة القدر حساب قمري من أنها خير من ألف شهر من ألف شهر قمري لأن القرآن بنيت أحكامه وأسست ثقافته الزمانية وفقا للنظام القمري هذا لا يعني أن النظام الشمسي ما هو بنظام ديني السنة الشمسية سنة إلهية وسنة القمرية سنة إلهية الناس وضعوا التقاويم الصينيون مثلا البابليون القدماء الآشوريون القدماء المايا في القارة الأمريكية الجنوبية الفراعنة في مصر الفينقيون في لبنان وشمال أفريقيا اليهود النصارى العرب المسلمون كل أمة كل حضارة اتخذت لها تقويما فهناك من اتخذ التقويم الشمسي وهناك من اتخذ التقويم القمري وهناك من مازج بين التقويمين بين النظام الشمسي والنظام القمري ولا شأن لنا بكل ذلك هل كانت تقاويمهم صحيحة أم لم تكن هل زورت هل حرفت فلقد حدثتكم عن أن التقاويم حرفت في كل الحضارات والمحرفون صنفان من الناس هما أسوأ الناس السياسيون ورجال الدين وقطعا رجال الدين أسوأوا وأخبثوا وأقذروا وألعنوا من السياسيين في كل الديانات هذان أصنفان من البشر هما الذان يحرفان كل شيء ورجال الدين عندنا في جونا الشيعي الاثني عشري كما يوصف بهذا الوصف هم أكثر من كل المجموعات الدينية في العالم إمامنا الصادق وصف أكثرهم وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين يقلدون من قبل الشيعة فالإمام يتحدث عن هؤلاء بحسب رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري هؤلاء مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هكذا وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه علي من هنا فهم الأقدر وهم الأوسخ وهم الأكثر ضلالا وبعدا عن الحق ولذا فإن التحريف يلاحقنا لا أتحدث عن التقويم الشمسي أو التقويم القمري إنما أتحدث عن تحريف ديننا تحريف العقائد الذي قام به مراجع الشيعة أخطر بكثير تريليونات المرات من تحريف التقويم القمري أو التقويم الشمسي مراجع النجف وكربلاء حرفوا تفسير القرآن وحرفوا بيعة الغدير وحرفوا فتاوى الأئمة وما جاء عنهم من أحاديثهم حيث أنكروها وكذبوها وكل ذلك يصدر عنهم لسببين السبب الأول الجهل يعانون من جهل غريب في ثقافة أهل البيت لا يفقهون شيئا منها ويسيطر عليهم جهل مركب يعتقدون أنهم على علم وهم لا يملكون شيئا من العلم ما عندهم في رؤوسهم ما هو إلا قمامة جاءوا بها من نواصب سقيفة بني ساعدة وأنشأوا لهم سقيفة أنشأها لهم محمد ابن الحسن الطوسي في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وأطلقوا عليها اسما أسموها الحوزة العلمية التي لا يوجد فيها شيء من العلم الصحيح إطلاقا ولا يوجد فيها شيء من العلم النافع إطلاقا ولا يوجد فيها شيء من العلم المحمدي العلوي إطلاقا كل ما فيها قمامة وقذارة إما أن جاءوا بها من العيون الكدرة لسقيفة بني ساعدة وإما أن أنتجوها بعد أن عميت بصائرهم من استحساناتهم وقياساتهم ولغوهم الفارخ هذا كل الذي يتناولونه ويدرسونه ويسمونه علما ويعبثون فيه ويسمونه تحقيقا ويضحكون على الذين يقالوا لهم طلاب علم من أن هذا الذي يقدمونه لهم هو عرقا ما يمكن أن يوصف من العلم وكل الذي يقدمونه تفاهة في تفاهة على سفاهة في سفاهة هذا هو الواقع على الأرض ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك أعود لإتمام حديثي حدثتكم عن مراتب الزمن ثم شرعت في مثال عن الوجه الغيبي للزمن وأخذت سورة القدر مثالا وبينت من أن الحديث سيكون في عدة آفاق من آفاق هذه السورة الأفق الأول حدثتكم عنه من أن ألف شهر هنا تشير إلى ملك بني أمي لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم هذا الأفق الأول الأفق الثاني ألف شهر إنها ألف شهر من الأشهر القمرية بحسبنا العمل في ليلة القدر بحسبنا خير من عمل يكون في ألف شهر من الأشهر القمرية ليس فيها ليلة القدر وبينت لكم من خلال الأحاديث الشريفة من أنه بإمكاننا أن نجعل كل ليلة من ليالينا ليلة قدر في خدمة إمام زماننا ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم قرأت عليكم رواية من الكافي إنها الرواية التي نقلها لنا الكلين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يحدثنا عن سيد الأوصياء صلوات تترى على أفنية سيد الأوصياء عن التيمي والعدوي وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لهم على الأرض ما كتب من سورة القدر إلى أن قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فإن كان الحديث عن أبي بكر وعمر فالتيمي أبو بكر والعدوي عمر فإن كان لا يعرفان تلك الليلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة ما يداخلهما من الرعب من أي رعب أقرأ عليكم الحديث التاسع من الباب نفسه في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئتين من الجزء الأول من الكاف الشريف إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران أقرأ عليكم الحديث التاسع عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه الإمام يقول لما ترون من بعثه الله عز وجل للشقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين وأزواجهم أكثر مما ترون خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكة قيل يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة هناك شيء من الخلل فيما جاء في الجمل الأولى قطعا هذا الخلل يأتي من الرواد لكن المعنى واضح لما ترون من بعثه الله عز وجل للشقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين وأزواجهم أكثر مما ترون خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكة المراد أن الشياطين التي تتنزل على أعداء علي وآل علي أكثر من الملائكة التي تتنزل على ولي الله ومن هنا جاء السؤال قيل يا أبا جعفر وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة قال كما شاء الله عز وجل قال سائل يا أبا جعفر إني لو حدثت بعض الشيعة بهذا الحديث لأنكروه قال إمامنا الباقر كيف ينكرونه قال يقولون إن الملائكة أكثر من الشياطين قال صدقت افهم عني ما أقول إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع الجن والشياطين تزور أئمة الضلالة ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمر خلق الله عز وجل من الشياطين الراوي يتردد خلق الله أو قال قيض الله المعنى واحد خلق الله عز وجل من الشياطين بعددهم ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفكي والكذب حتى لعله ولي الضلالة حتى لعله يصبح فيقول رأيت كذا وكذا فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال رأيت شيطانا أخبرك بكذا وكذا حتى يفسر له تفسيرا ويعلمه الضلالة التي هو عليها وأيم الله إن من صدق بليلة القدر ليعلم أنها لنا خاصة لقول رسول الله لعلي صلى الله عليهما وآلهما حين دنا موته حين دنا موت رسول الله هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم ولكن من لا يؤمن بما في ليلة القدر منكر ومن آمن بليلة القدر ممن على غير رأينا فإنه لا يسعه في الصدق إلا أن يقول إنها لنا ومن لم يقل فإنه كاذب إن الله عز وجل أعظم من أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق فإن قال إنه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء وإن قالوا إنه ليس ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء فكيف يكون التنزيل الآية واضحة من أن الملائكة تتنزل تتنزل على جهة لا يمكن أن يكون التنزل إلى لا جهة وإن قالوا إنه ليس ينزل إلى أحد يعني أن الله لا ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء وإن قالوا وسيقولون ليس هذا بشيء فقد ضلوا ضلالا بعيدا لا أريد أن أتتبع كل جملة في الرواية الشريفة خلاصة القول فإن الملائكة تتنزل على ولي الله وإن الشياطين تتنزل على عدو الله في أحاديثنا الشريفة فإن إبليس أسس مملكة أسس مملكة في الهواء إنها مملكة كبيرة المراد في الهواء في الفضاء يعني خارج الأرض وشياطين أعمارهم طويلة طويلة جدا أعمارهم تحسب بآلاف السنين ليس كأعمارنا نحن البشر تحسب بعشرات السنين أعمارهم تحسب بآلاف السنين أعدادهم كثيرة جدا إنني أتحدث عن شعوب الجن وعن قبائل الجن فإن الشياطين منهم هناك شياطين من البشر لكن عدد الشياطين من الجن كثير جدا هؤلاء الآن في أيامنا الذين يعبدون إبليس الذين هم على الديانة الإبليسية كبارهم الذين يخلصون لإبليس يتواصل معهم هذا الكلام ليس كلاما من دون أن تكون له حقيقة أنا لا أحدثكم عن خيال الديانة الإبليسية المعاصرة كبار القوم فيها يتواصلون مع إبليس إبليس يتواصل معه ويتواصل مع كل واحد منهم بحسبه وإنه يظهر لبعضهم فإن إبليس قادر على أن يظهر للبشر وهذا الأمر من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة آيات سراقة بقي في مكة ما خرج مع قريش سراقة الذي كان في جيش قريش ما هو بسراقة البشر الذي هو من أهل مكة إنه إبليس ولذا حينما رأى الملائكة إبليس يرى الملائكة قريش ما كانت ترى شيئا لكن إبليس رأى الملائكة لما رأى الملائكة فر من ساحة المعركة وهذا المعنى مذكور في الكتاب الكريم أنا لا أجد وقتا كي أستخرج لكم الآيات التي ترتبط بهذا الموضوع وأحدثكم عن تفسيرها الذي ساقني إلى أن أتحدث بهذا الحديث هو التوضيح لما تحدثت عنه الرواية من أن عدو الله تتنزل عليه الشياطين فهو يعرف ليلة القدر يعرف ليلة القدر من عدد الشياطين الذي يتنزل عليه فيصيبه الرعب يصيبه الرعب مما يعرف من الحقيقة أمير المؤمنين حين قال فإن كان لا يعرفان تلك الليلة يشخصان ليلة القدر بعد رسول الله من شدة ما يداخلهما من الرعب لأنهما سمعا ما سمعا من رسول الله وهما يشاهدان الشياطين تتنزل عليهما حالة اضطراب إنها حالة مناقضة لما عليه ولي الله الذي عليه ولي الله سلام سلام هي حتى مطلع الفجر سلام سلام مثل ما جاء في سورة القدر سلام سلام هذا هو حال أولياء الله أما حال أعداء الله الذين أخلصوا لإبليس في العبادة فحالهم الرعب علامة ليلة القدر عندهم أن شياطين تتنزل عليهم وأن الرعب علامة واضحة عندهم بالضبط كما هو الحال بنحو معاكس عند أولياء الله فإن الملائكة تتنزل عليهم والليلة ليلة سلام 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 هي حتى مطلع الفجر هذه المضامين تقريبيته هذه المضامين في أفق من الأفاق فأنا أحدثكم في الأفق الثاني الأفق الأول مر علينا من أن ليلة القدر هي خير من ألف شهر النظر هنا إلى ملك بني أمية ومن أن ليلة في خدمة إمام زماننا في أي وقت ستكون كليلة القدر وتكون أفضل من ليلة القدر إذا أراد الإمام ذلك فليلة القدر نعمة من نعم ولي النعم وهم هم محمد وآل محمد هم أولياء النعم هكذا نسلم عليهم في القول البليغ الكامل في زيارة الجامعة الكبيرة الأفق الثاني العمل في ليلة القدر خير من عمل في ألف شهر قمري ما في هذه الشهور من ليلة القدر وهذا الأمر يكون بحسبنا حينما أقول بحسبنا بحسب كل واحد مننا بحسب عقيدته وعمله الذي هو تطبيق لعقيدته على أرض الواقع ومن هنا فإن أولياء الله الذين هم أولياء الحجة بن الحسن لهم شأنهم بحسبهم وأعداء الله لهم شأنهم بحسبهم فهذه الروايات والأحاديث تخبرنا عن هذه الحقيقة نذهب إلى فاصل سلام الله وسلام ملائكة المغربين وأمبياءه المرسلين وعباده السالشو وعباده جميع الشهداء وصدیم وزاكیات وطيب وفی ما تغتدیم وطروح وعليك ید وأمیر المؤمنی اشهد ولكم التسليم والتسليم والبفاء والنصیح لخلف النبي صلى الله عليه وعاله المرسل والسغت المنتج والدليل العالم والوسيع المبلغ والمظلوم المهتزا فجزاك الله والرسول وامیر المؤمنی وعن الحسن والحسین صلوات الله وعليه افزلل افزل الجزا امنى وصبا وحتسبتا فنعم وغباد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في سورة الدخان في الآية الاولى بعد البسملة وما بعدها حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين هذه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر مثل ما جاء في سورة القدر حاميم من اسماء رسول الله في احاديثنا الشريفة حاميم كان رمزا لرسول الله صلى الله عليه وآله في صحف وديانة هود النبي في ديانة هود النبي هذا الرمز يشير الى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله والكتاب المبين هذا العنوان وهذا المصطلح في الكتاب الكريم اينما جاء انه علي صلوات الله وسلامه عليه ولا يوجد شيء آخر هذا العنوان الكتاب المبين الكتاب المبين هو علي الذي جاء ذكره في أوائل سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه لأنه مبين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه علي لا شك فيه حادثهم هكذا تقول هكذا يفسرون قرآنهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير في الغدير الأول وفي الغدير الثاني أن نأخذ التفسير من علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي فقط وفقط 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 حاميم محمد صلى الله عليه وآله والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنها ليلة القدر في الأفق الأول للآية وفي الأفق الثاني وهو الأعمق الذي يأتي منسجما مع الرموز والإشارات في الآيات التي قبلها إنها فاطمة هؤلاء هم أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة حاميم محمد والكتاب المبين علي الليلة المباركة فاطمة وسيأتي الحديث في الآفاق القادمة من سورة القدر سيأتي الحديث عن فاطمة حينما نصل إلى الأفق السر الليلة السر الليلة السر التي لأن ليلة القدر من مجاليها فصارت سرا لماذا ليلة القدر تبين بالإجمال وإن كان النبي بينها لخواصه بالتفصيل للذين يعرفون فاطمة فمن عرف فاطمة عرف ليلة القدر وهذه إشارات إشارات دقيقة في مقام ليلة القدر إنها الليلة السر سيأتي الحديث عنها حديثنا هنا حديثنا هنا في أفق إنزال القرآن القرآن نزل من محمد وإلى محمد القرآن نور نور الحقيقة المحمدية فهو نازل من محمد وإلى محمد القرآن إشراق الحقيقة المحمدية وما تجلى وما تجلى في المصحف من كلمات وجمل وألفاظ مثل ما جاء في أوائل سورة الزخرف إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ هُنَاكَ الْحَقِيقَةُ هُنَاكَ الْحَقِيقَةُ هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والرابعة أيضا إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فالقرآن الذي صورته اللفظية والخطية في المصحف حقيقته في أم الكتاب شيء آخر هذه مجال بحسبنا ولذا فإن إمام زماننا سيأتينا بكتاب جديد هو مجلا أعلى هو مجلا أعظم من مجال القرآن الحقيقي الذي هو في أم الكتاب أما هذا المصحف فقد جُعِل في هذا القالب العربي لَعَلَّنَا نَعْقِلِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا بِلَفْظٍ عَرَبِيٍّ بِصَوْتٍ عَرَبِيٍّ لماذا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَنْتَفِعُونَ مِنْهِ أَمَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ حَاءْمِيمُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ هذه الليلة المباركة ماذا يجري فيها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ هناك ارتباط بين القرآن وليلة القدر لكن الارتباط ما هو بارتباط في العالم الترابي؟ في العالم الترابي ليلة القدر ساعاتٌ في الليل نحن نقضيها العمل فيها خيرٌ من العمل في ألف شهرٍ قمريٍ ليس فيها من ليلة قدر وهذا بفضل إمام زماننا ليلة القدر لها مراتب أرقى سيتضح هذا المعنى ومن رواياتهم من أحاديثهم نحن لا نتحسس هذا بإمكاننا أن نتحسس هذا وهذا ما ستكشفه لنا رواياتهم وأحاديثهم بعد قليل لكنني أتدرج بالبيان كي تكون الصورة واضحةً وبينة كل المطالب موجودةٌ في الآيات المفسرة بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليهم ماذا نقرأ في سورة طاها في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة جاء فيها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه القرآن موجود عنده ولكن في أفق من الآفاق في لسان من الألسنة فإن النبي يتحدث بلسان الوحي النبوي نحن إذا رجعنا إلى إلى منازل محمد وآل محمد فإنهم تارةً يكونون في منزل الولي المطلق الولي المطلق الولي المطلق تخضع له جميع الكائنات الولي المطلق والذي يصل الفيض منه إلى جميع الكائنات المطلق مثل ما نخاطب إمام زماننا في زيارة الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل الذي جاء الذي جاء في الزيارة بلسان الإنسان لكن القضية ليست محصورة بلسان الإنسان وإنما الكون كله لسانه هو هذا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وتارة يكون النبي يكون الإمام يكون محمد المصطفى يكون علي المرتضى في منزل الوالد لهذه الأمة وأخرى في منزل المشرع وأخرى في منزل الحاكم يوم القيامة وأخرى 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 وليس هناك من حصر لمنازلهم ومقاماتهم وهذه منازل حقيقية أنا لا أتحدث هنا عن منازل اعتبارية ولا أتحدث هنا عن مقامات مجازية هذه مقامات حقيقية وبإمكاننا أن نتلمس آثارها في حياتنا منزلة من منازل محمد صلى الله عليه وآله هو القرآن هو القرآن هو القرآن فليس هناك من تنزل يكون عليه هو القرآن محمد هو القرآن ومنزلة من منازله أن يتنزل القرآن قرآن عليه بومضة خاطفة في قلبه ومنزلة من منازله أن يتنزل القرآن تنزلاً وحيانياً ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيانياً الله هذه التعابير إشارات مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه النبي ليس محتاجاً لأن يقال له هذا الكلام فهو لا يعجل لا بالقرآن ولا بغير القرآن حينما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله نسلم على الساكن في المدينة على صاحب الوقار والسكينة الحديث هنا ليس عن وقار عرفي كشيخ عشيرة أو عن سكينة عرفية كصفة من صفات الحكماء من صفاتهم الأخلاقية والأدبية الحديث هنا عن ذات مستقرة الكلام هنا عن حقيقة مستقرة ذو مرة فاستوى مثل ما جاء في سورة النجم هذه هي الحقيقة المستقرة الساكنة التي لا ترتقي لماذا لا ترتقي؟ لأنها في أعلى المراقي لا ترتقي لأنها في أعلى المراقي وهي التي تمنح الرقية لغيرها هي ساكنة حينما نسلم على رسول الله على الساكن في المدينة على صاحب الوقار والسكينة إننا نسلم على الحقيقة المستقرة الساكنة لا كما يعلمكم هؤلاء الأخبياء الثولان من مراجع النجف وكربلاء من أن صلاتنا على رسول الله ترفع من شأنه فهل يذهبوا بخرائهم هذا وهرائهم إلى الجعيم نحن نتحدث عن الذات المستقرة التي هي في أرقى المراقي والتي تمنح الرقية لسائر الكائنات وهذا هو معنى الرحمة المرسلة إلى العالمين هذه الرحمة المرسلة إلى العالمين لابد أن يكون مصدرها مستقرا ساكنا حتى تكون الكائنات بقضها وقضيضها في مستوى واحد بالنسبة إليه فعينما تصدر الرحمة منه تكون متوجهة بعدالة من وجه وبحكمة من وجه ثاني وبرأفة ومحبة من وجه ثالث في الوقت نفسه رحمته صادرة بعدل وحكمة ورأفة ومحبة وفوق كل هذا بجود أجود الأجودين إنها الذات المستقرة الساكنة التي هي أجود الذوات الذات المحمدية العظمى فهو لا يعجل بالقرآن القرآن مستقر عنده لكن الآية تقرب لنا الصورة وكأن القرآن يقول لرسول الله دعي القرآن سرا عندك ولا تعجل بإظهاره حتى يكون الإظهار مناسباً لمقامات الوحي والتي تتشخص بحسب حاجة الناس يسألون فيأتي الوحي تقع المشكلة فيأتي الوحي وكل هذا لأجل أن ينسجم الحال مع ما يريده الناس رحمة بالناس رأفة بالناس الناس يسألون رسول الله يتأخر حتى يأتي الوحي القرآن هنا ينبهنا يقول لنا من أن القرآن بكله عنده هو القرآن فيا رسول الله لا تعجل وكأنه يريد أن يعجل هذا بيان توضيحي لي ولكم كي نفقها هذه الحقيقة من أن القرآن مستقر بكله في الحقيقة المحمدية وهذه حقيقة لا تعجل لكن البيانات بيانات تقريبية وهذا هو أسلوب القرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه إلى آخر ما جاء في الآية في سورة القيامة لابد أن تعرفوا من جملة قواعد التفسير عند العترة الطاهرة في بعض آفاق الآيات أن أول الآية في شيء ووسط الآية في شيء في شيء ثاني وآخر الآية في شيء ثالث فليس هناك من وحدة السياق في أفق من آفاق التفسير لأن القرآن له مطالع ومجاري في الأفق الأدبي العربي في الأفق الأول هناك وحدة السياق ولكن في الآفاق التي نتجاوز فيها عالم العبارة كي نصل إلى آفاق عالم الإشارة فإن أول الآية يكون في شيء ووسط الآية في شيء وآخر الآية في شيء ثالث نقرأ في سورة القيامة في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها لا تحرك به لسانك لتعجل به تفسر بأسلوب التقية بأسلوب المدارات من أن الخطاب لرسول الله يقول له إذا ما نزل عليك الوحي فلا تستعجل لا تستعجل إنك ستكون حافظاً للقرآن يقولون من أن رسول الله كان يستعجل حينما ينزل عليه الوحي يستعجل في تلفظه للآيات كي يحفظها بالله عليكم هذا كلام منطقي يعني أن رسول الله يعلم أنه سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والمرسلين هو سيد الكون وهو حقيقة القرآن في مقام من مقاماته في مقام تنزل الوحي هو ليس مطمئناً من أن القرآن سيبقى محفوظاً عنده أي كلام هذا أي هراء هذا هذا هو الموجود في تفاسير النواصب وفي تفاسير مراجع النجف وكربلا حتى وإن وردت بذلك روايات فإن كثيراً من الروايات تردوا بلسان التقية تارة وبلسان المدارات تارة أخرى فلابد أن نعود إلى قواعد التفهيم عندهم كيف نميز بين أحاديث التقية وأحاديث المدارات وأحاديث الحقيقة التي يريد منا محمد وآل محمد أن نتعلمها وأن نعتقد بها ولهذا اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نأخذ الفهم منهم فقط هذا علي يفهمكم بعدي هكذا اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي لا أن نأخذ الفهم من سقيفة بني ساعدة أو أن نأخذ الفهم من الأغبياء والثولان من مراجع الحوزة الطوسية لا تحرك به لسانك لتعجل به الكلام هو هو الذي مر في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طاها لا تحرك به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه القرآن مجموع عندهم ما جمعه الآخرون هو محرف إن علينا على محمد وآل محمد إن علينا جمعه وقرآنه القراءة الصحيحة عندهم القراءات التي جاء بها الآخرون باطلة وقراءة المصحف باطلة لكننا أمرنا أن نقرأ بها حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وحينئذ سيعلمنا القراءة الصحيحة وإن كانوا علمونا قراءتهم في الأحاديث التفسيرية كي نفسر القرآن وفقا لقراءتهم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إذا قرأناه فاتبع قرآنه فاتبع قرآنه فاتبع مضمون القرآن وهذا هو الذي قلته لكم قبل قليل كيف نتبع مضمون القرآن أن نفسره وفقا لقراءتهم وليس وفقا لقراءة المصحف لقراءة حفظ أو لقراءة غيره ثم إن علينا بيانه بيانه تفسيره هكذا ورد عنهم في تفسير القمي علي بن إبراهيم هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والثلاثين بعد السبع مئة قوله إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقرآنه قراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذا ما قرأوه الاتباع اتباع عملي والاتباع العملي يكون مسبوقا باتباع علمي أن نأخذ التفسير منهم أن نفسر القرآن وفقا لقراءتهم ثم إن علينا بيانه أي تفسيره قوله قوله إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذا ما قرأوه اتبعوه اتباعا علميا وعمليا ثم إن علينا بيانه أي تفسيره وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وأن نأخذ الفهم منهم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا أن نفسره لكم وهذا هو الذي جاء في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الإنسان هنا في تفسيرهم علي هذا هو المظهر الأكمل مصطلح مصطلح الإنسان الكامل عند ابن عربي وعند الصوفيين لم يكن من عندهم هذا هو مصطلح الإنسان خلق الإنسان خلقه كاملا مصطلح الإنسان اللهم إني أسألك من جمالك من جلالك من كمالك بأكمله فأكمل الكمال هو هذا خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان هذا هو التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إشارات واضحة هذه الإشارات نحن لا نستطيع أن نصل إليها إلا من خلال رواياتهم وأحاديثهم الشريفة بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير التي نقضها واضح الطوسي ومن جاء من بعده حينما فسروا القرآن وفقا للنهج العمري تفاسيرهم موجودة تبيان الطوسي وسائر تفاسيري مراجع النجف وكربلاء إنها تفاسير عمرية وفقا للمنهج العمري بدرجة مئة بالمئة تخالف أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه حقيقة تريدون أن تعودوا بأنفسكم إلى كتب التفسير وإلى أحاديث أهل البيت كي تقف على التناقض الواضح فيما بين تفسير أهل البيت وما فسر مراجع النجفي وكربلاء الأغبياء وواقعا أغبياء يتركون تفسير أهل القرآن ويذهبون إلى منهج سقيفة بني ساعدة كي يفسروا القرآن وفقا لذلك المنهج إذا لم تجدوا وقتا أو لم تتوفر لكم المصادر عودوا إلى برامجي فإنني قد وضحت ما وضحت في هذا المجال وتحدثت كثيرا ولا أقول لكم اقبلوا كلامي بإمكانكم أن تدخلوا إلى المكتبات الألكترونية كي تتأكدوا من صدقي ومن أنني ما نقلت شيئا إلا وهو موجود في كتبهم في كتب هؤلاء الأغبياء الثولان من مراجع النجفي وكربلاء أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في سرد الإشارات التي تتحدث عن القرآن وقراءته وتفسيره لأنه أنزل إلينا هذا القرآن الذي جُعل في هذا القالب اللفظي العربي أنزل إلينا نحن الذين نحتاجه ونحن لا نستطيع أن ننتفع منه من دون أن ننفذ بشكل علمي وعملي مواثيق بيعة الغتير أن نأخذ التفسير منهم وما ذكرته من إشارات هذه هي في حاشية أحاديثهم في حاشية رواياتهم الشريفة فما بين ليلة القدر وبين القرآن هناك ارتباط واضح هذا الارتباط تحدثنا عنه هذه الرواية أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقات المتقدمة إنها طبعة دار التعارف في الصفحة الحادية والستين بعد المئة إنه الحديث السابع بسند الكليني عن داود بن فرقت قال حدثني يعقوب قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت كانت في زمان النبي أو تكون في كل عام في كل سنة فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن هناك ارتباط حقيقي فيما بين ليلة القدر وبين القرآن الإمام هنا لا يتحدث عن أن المصحف سيرفع إلى السماء لأن المصحف هذا من دون أن نفسره بحديث العترة لن ننتفع من؟ فرق الضلال كلها عبر التأريخ وإلى يومنا هذا تستدل بهذا المصحف وحولته إلى كتاب ضلال كل المجموعات الضالة تستدل بالمصحف وتقنع الأخرين بضلالها من خلال آيات المصحف فهم بهذا جعلوا المصحف كتاب ضلال وتضليل ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ما قال لنا عودوا إلى المصحف عودوا إلى القرآن اشترط علينا أن نعود إلى القرآن وإلى العترة وقال ما إن تمسكتم بهما بالإثنين معا ما إن تمسكتم بهما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وأخبرنا من أنهما من أن القرآن والعترة سيردان عليه معا ليس هناك من افتراق فيما بين القرآن والعترة أتحدث عن القرآن المصحف وإلا فحقيقة القرآن هم صلوات الله عليه لكنني أتحدث في أفق ليلة القدر التي ترتبط بالقرآن المصحف فهذا القرآن المصحف إذا فصلنا فيما بينه وبين العترة سيتحول إلى كتاب إما أن لا ننتفع منه أبدا بأي وجه من الوجوه وإما أن يتحول إلى كتاب ضلال وتضليل مثل ما فعلت الفرق الأخرى فأثبتوا ضلالهم وتضليلهم من خلال آيات الكتاب لهذا أمير المؤمنين ماذا قال لابن عباس حينما ذهب كي يحتج على الخوارج الإمام قال له لا تحتج عليهم بالقرآن فإنه حمالة ذو وجوه يمكن لهؤلاء أن يحرفوا الآيات في الاتجاه الذي يريدونه في محاججاته فإنه حمالة ذو وجوه من هنا من هنا فإن مجموعات الضلال منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا يستدلون بالقرآن على ضلالهم وتضليلهم ليلة القدر ترتبط بالإمام المعصوم لا ترتبط بالكتاب المصحف ارتباط الكتاب المصحف بليلة القدر ارتباط عرضي الارتباط الذاتي والحقيقي هو ارتباط بالإمام المعصوم حقيقة ليلة القدر هو تنزل الملائكة والروح فيها على الإمام المعصوم يتنزلون بكل أمر ومن كل أمر إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر وإذا ارتفعت ليلة القدر فتلك إشارة إلى أن المعصوم قد ارتفع ليلة القدر من شؤون المعصوم ليس هي التي ترتفع فيرتفع المعصوم وإنما إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر لكن الأئمة يحدثون الناس وفقا لما يفكرون لأن الناس يعظمون ليلة القدر في عقولهم ولا يعرفون قدر المعصوم ولا يعلمون أن ليلة القدر ما هي إلا شأن يسير من شؤون المعصوم هذا الرجل يسأل الإمامة الصادقة صلوات الله عليه عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت كانت في زمان رسول الله وانتهت أو تكون في كل عام فقال أبو عبد الله فقال أبو عبد الله لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن الإمام يقصد الإمام المعصوم لأن حقيقة القرآن هو الإمام المعصوم لكنه يتحدث مع هذا السائل وكأنه يشعره بأنه يشير إلى المصحف لأن الناس هكذا تريد الناس حائرة في ساعات من الليل يقضونها في صلاة أو عبادة أكثرها في حالة غفلة وعدم توجه صحيح ويتصورون أنهم قد فعلوا الأعاجيب ويقرؤون في مصحف حرفه أعداء أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا منه وإذا ما تعلموا شيئا من تفسيره تعلموه من الوائل أو قرأوه في تفسير الميزان وكل هذا مخالف لمنهج أهل البيت هذا هو الذي عليه أفضل المتدينين في الواقع الشيعي أليس هو هذا الموجود وكل هذا هراء في هراء فهذا يصنع المعصومون مع هذه الناس يكلمونهم بحسب مداركه ظلامة أهل البيت أننا شيعتهم هذه ظلامة أهل البيت والله هذه ظلامة ظلامة أهل البيت ليست أن فلانا وفلانا غصب الخلافة وليست أن الأمويين سفكوا دماءه هذه ظلامات ظلامات لكن الظلامة الأقصى إننا شيعتهم هذه الظلامة الحقيقية إننا شيعتهم ومع ذلك يقولون لنا شيعتنا منا ونحن منهم ومع ذلك ومع ذلك يقولون لنا ويقسمون يقسمون والله لا يدخل النار منكم رجل واحد يقسمون إنهم يخاطبون شيعتهم نحن من شيعتهم أم من شيعة الطوسي هذا أمر آخر يتحدثون مع شيعتهم والله لا يدخل النار منكم رجل واحد هكذا يخبروننا يقولون في يوم القيامة إننا نمشي إلى الله هذه التعابير تقريبية نمشي إلى الله نذهب إلى الله كي نتشفع فيكم ما كان فيما بينكم وبين الله نمشي إلى الله نحن نتشفع فيكم إلى الله فيشفعنا فيكم فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ سَنُخَلِّصُكُمْ مِنْهِ وَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ سَنُعْطِيهُمْ سَنُعْطِيهُمْ حَتَّى يَعْفُوا عَنْكُمْ حَتَّى يَقْبَلُوا سَنُعْطِيهُمْ حَتَّى الرِّضَى إلى الحد الذي يرضون عنكم فَحِينَمَا يَسْأَلُ السَّائِلُ وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ الإمام هكذا يقول ما أنصفناكم إذا حاسبناكم عن الذي بيننا وبينكم ما أنصفناكم أنتم شيعتنا وتحملتم ما تحملتم في سبيلنا ما أنصفناكم ما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيه فيشفعنا الله شفاعتنا مقبولة وما بينكم وبين الناس إننا سنعطي الناس إلى حد الرضا حتى يرضوا عنكم أما ما كان فيما بيننا وبينكم لن نطالبكم به الإمام يقول ما أنصفناكم إذا طالبناكم به أنتم شيعتنا هؤلاء هم أئمتنا أما نحن فماذا أقول الإمام الإمام الصادق يقول لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر لكن الإمام يتحدث بهذا الأسلوب وكأن القرآن هنا في الرواية تابع لليلة القدر لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن والحال لو رفع القرآن وهو الإمام لرفعت ليلة القدر وإلا فإن الحديث هنا ليس عن المصحف المصحف صورة لفظية تتناسب معنا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نذهب إلى فاصل شكراً للمشاهدة أكبر كيف التعقل؟ حسن الخاتمة أعطب كيف التعقل؟ حسن الخاتمة أكبر أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي عين وحدة غير مطفية وحدة بسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خير من الف شهر خير من ملك بني امية وحدثتكم عن الافق الثاني خير من الف شهر العمل فيها في ليلة القدر بالنسبة لنا كل واحد مننا بحسب عقيدته وعمله بحسب مستوى عقله ومعرفته وصفائنيته وصحة ما يأتي به من اعماله لما رسمه لنا ائمتنا صلوات الله عليه العمل فيها خير من العمل في الف شهر قمري من دون ان تكون ليلة قدر فيها وحدثتكم بتفاصيل اخرى في هذا الافق اما الافق الثالث هو الافق الذي ترتبط فيه ليلة القدر بنزول القرآن ويرتبط نزول القرآن بليلة القدر وهذا له علاقة بنا وليس بمحمد وآل محمد نحن الذين نحتاج القرآن محمد وآل محمد هم حقيقة القرآن والقرآن الذي نتحدث عنه آيات آيات في المصحف هذه آثار حقيقة القرآن القرآن خلق الروايات حدثتنا عن هذا المصحف الذي عندنا هو صورة للقرآن آيات ولذا لو تركنا نحن والقرآن إما أن يكون هذا المصحف مهملا وإما أن نحوله إلى كتاب ضلال وهذا هو الذي يجري في الواقع المسلمون على صنفين صنف صار المصحف عنده كتابا مهملا يقرأ في مجالس أعزاء الموتى ويقرأ في بداية المؤتمرات الإسلامية شيء من البروتوكول ليس إلا ويقدم هدية في بعض المناسبات وقد يكون صداقا للزوجة تضعه في مكان يتجمع عليه التراب فإما أن يكون القرآن كتابا مهملا أتحدث عن القرآن المصحف وإما أن يكون كتاب ضلال وتضليل يستدل به الضالون المضلون ومنهم مراجع النجف وكربلا حين فسروا القرآن بخلاف منهج بيعة الغدير فحولوه إلى كتاب للضلال والتضليل بخلاف ما يريده علي وآل علي وهو الذي يريده الله ويريده رسول الله هذا هو الأفق الثالث الأفق الرابع ليلة القدر من عنوانها القدر إنه التقدير إنها ليلة التقدير الأصغر هناك تقدير أكبر أنا هنا أحدثكم عن التقدير الأصغر لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا حديثي إلى الآخر كي تعرفوا الصورة النهائية ليلة القدر ليلة التقدير الأصغر هذا هو الذي نحن نقوله دائما ومر علينا في الروايات وقرأته عليكم من أنه في ليلة القدر تقدر الأرزاق تقدر الآجال تقدر الأحداث تقدر مجريات الأمور التي تجري على الأفراد وعلى الأمم لسنة كاملة إلى ليلة القدر القادمة تقدير مفصل لسنة كاملة هذا هو التقدير الأصغر إنه تقدير لسنة كاملة هذا تقدير أصغر هذا نحن نراه بأعيننا نتلمسه بحواسنا الروايات أخبرتنا قطعان بلسان التقريب أقرأ عليكم أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة 818 إنه الحديث الرابع نقله عن الطوس عن شيخ الطائفة عن رجاله عن عبد الله ابن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وأنا أحفظ الرواية من نسخ قديمة بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله المعنى واحد بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين إذن الحديث ليس عن بيت من طين هذا بيت من نور بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله من حجرته النورية وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي معراج معراج الوحي ما المراد منه يعني أن الوحي يعرج منهم المراد منه المراد منه المراد منه المراد منه الجهة التي يعرج من خلالها يصعد من خلالها الوحي خارج منهم صاعد إلى الجهة التي يصعد إليها من الفرجة المكشوطة في قعر بيوتهم في قعر بيوت محمد وآل محمد رموز هذه إشارات هذه حتى إذا لم نفهمها لكنها تشعرنا بأن الأمر عظيم وهذا يكفي لأن الأمر عظيم نحن نتحدث في مستوى التقدير الأصغر قلت لكم الأفق الرابع من آفاق سورة القدر من آفاق ليلة القدر إنها ليلة التقدير الأصغر سيأتينا الحديث عن التقدير الأكبر هذه صورة صغيرة عن الذي يجري في ليلة القدر قلت لكم ظلامة أهل محمد إن نهشعته هذه ظلامته بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وهنا وهناك وحي صاعد وهناك وحي نازل فمعارج للصعود ومعارج للنزول قلت قلت لكم قبل قليل من أن القرآن نزل من محمد إلى محمد وصعد من محمد إلى محمد صلى الله عليه وآله وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وفي كل ساعة وفي كل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وحي صاعد وحي نازل من محمد إلى محمد ومن محمد إلى محمد أعيد قراءة ما قرأت من الرواية تدبر فيها حتى إن لم ندرك تفاصيلها الدقيقة هي تشعرنا بالإجمال عن عظمة الموقف بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي تتذكرون ماذا قال جبرائيل لمحمد وآل محمد حينما نزل ودخل معهم تحت الكساء اليماني هكذا قال لهم إن الله أوحى إليكم ما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله إن الله أوحى إليك ولكن قال له إن الله يقرئك السلام لما وصل الحديث إلى الوعي قال إن الله أوحى إليكم وحديث الكساء حديث تقريبي أيضا الحقائق أعمق من كل هذا نحن نتحدث عن محمد وآل محمد الذين لا يقاس بهم أحد ولا يقاس بهم شيء ولا يقاس أحد بهم ولا يقاس شيء بهم هؤلاء هم وجه الله لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله وسق بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وفي كل ساعة وطرفة عين والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش القرآن يحدث عن إبراهيم وكيف نظر إلى الملكوت وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسني والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح الروح الذي هو أعظم من الملائكة وفي أحادثنا الروح تجل من تجليات فاطمة صلوات الله عليها ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لانقطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة من منا من محمد وآل محمد وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام قال قلت من كل أمر قال بكل أمر قلت هذا التنزيل هذا هو التنزيل الذي جاء في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم قلت هذا التنزيل قال نعم هذا هو التنزيل وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام قال قلت من كل أمر قال بكل أمر قلت هذا التنزيل قال نعم إذا أردنا أن نعود إلى سورة القدر فإن الآية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الذي جاء في الرواية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر فإما أن تحريفا طرأ على الرواية وهذا ما هو مستبعد أو أن الإمام المعصوم ذكر الرواية بمضمونها إذا كنا نتحدث عن أن النص الآصل مثل ما جاء في قراءة حفص باعتبار أننا مأمورون أن نقرأ بقراءة حفص وهكذا نلتزم في القراءة وأحكامها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام فإما أن الإمام قرأ الآية لأجل تفسيرها قرأها بمضمونها من كل أمر يعني بكل أمر قال قلت عبد الله بن عجلان يقول للإمام الباقر قلت من كل أمر قال بكل أمر فهو تفسير فالإمام هنا إذا كان النص هكذا الإمام هنا بصدد تفسير من كل أمر قلت هذا التنزيل قال نعم هذه صورة تقريبية للموضوع مثل ما ضربوا لنا مثالا بأن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره إبراهيم في القرآن من شيعة نوح مثل ما جاء في سورة أصافات إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات الصافات وما بعد وما بعدها سلام على نوح في العالم إنه كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح سلام على نوح في العالم عودوا إلى سورة الصافات سلام على نوح في العالم إنه كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته من شيعة نوح وإن من شيعته لإبراهيم في أحاديثنا في الكاف الشريف في الجزء الثامن من أن حمزة وجعفر وجعفر الطيار هما الشاهدان للأنبياء وهم الشاهدان لنوح وغيره من الأنبياء نوح هو شيخ المرسلين هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجاف اقرأوا الزيارة في مفاتيح الجنان حينما نزور نوحا النبي نسلم عليه بأنه شيخ المرسلين فإبراهيم من شيعته من شيعة شيخ المرسلين نوح في يوم في يوم القيامة من أنهما الشاهدان الشاهدان للأنبياء في يوم القيامة فأين وجه المقارنة فيما بين إبراهيم عليه السلام ومحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لكن الكلام في مستوى التقريب والمدارات وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش أين وجه المقايسة له يقاس بمحمد وآل محمد أحد إبراهيم من شيعة نوح ونوح الشاهد له في يوم القيامة حمزة وجعفر وحمزة وجعفر يغبطان أبا الفضل العباس على منزلته إمامنا السجاد يقول الشهداء طرا بأجمعهم يغبطون العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته فاين وجه المقايسة بين إبراهيم الخليل وبين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين مدارات في مدارات في مدارات أكررها وأذكركم ظلامة محمد وأهل محمد إننا من شيعتهم بهذا الجهل الذي يسيطر على عقولنا لذا دائما أحذركم من أن تأخذوا دينكم من مراجع النجف وكربلاء لا يقدمون لكم إلا الضلالة والجهالة والسفاهة والتفاهة هذا هو الذي يقدمونه لكم وهذا كلام تقريبي بلسان المدارات يمكننا أن نتلمس هذا هذا ما هو بشيء خيالي أقرأ عليكم من الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف من طبعة نفسها التي أشرت إليها في الصفحة السادسة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن حديث طويل وقال رجل لأبي جعفر للإمام الباخر صلوات الله عليه يا ابن رسول الله لا تغضب عليه قال لماذا قال لما أريد أن أسألك عنه قال قل قال ولا تغضب قال ولا أغضب قل ماذا تريد ثم يدخل في أسئلته كلام طويل في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المائتين قال السائل يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة لأن الأسئلة كانت عن ليلة القدر حتى وصل إلى هذا السؤال لو كان عندي وقت لقرأت عليكم الرواية بكاملها رواية جميلة وفيها معلومات جميلة لكن الوقت يجري سريعا ماذا أصنع لهذا الوقت والمطالب كثيرة ومفصلة السائل يسأل الإمام الباقرة يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة قال إذا أتى شهر رمضان فقرأ سورة الدخان في كل ليلة من ليالي الشهر مئة مرة فإذا أتت ليلة ثلاث وعشرين فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عن سترى بما يناسبك سترى شيئا من مجريات ليلة القدر هناك ليلة ترابية هي هذه التي نحن نتعامل معها الليلة النورية هي هذه التي قرأت الرواية قبل قليل عنها ومن أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن إنها بيوت محمد وآل محمد ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن هذه لقطة وبلسان المدارات مما يجري في ليلة القدر بإمكان شيعتهم المخلصين أن يتلمس شيئا بحسبهم مثل ما مر علينا في الأفق الثاني من أننا نتعامل مع ليلة القدر بحسبنا كل واحد من بحسب عقيدته وعمله مر هذا الكلام في الأفق الثاني فالإمام يقول للسائل هذا من أنك إذا ما قرأت سورة الدخان مئة مرة في كل ليلة من ليالي شهر رمضان حتى تصل إلى الليلة الثالثة والعشرين وتفعل نفس الشيء فإنك سترى شيئا يثبت لك أن الليلة هذه هي ليلة القدر ويجري ما يجري فيها سينكشف لك سر من أسرارها بحسبك وبالطريقة التي تناسبك وهذا الأمر هذا الأمر هناك من جربه هناك من جربه وتلمس ما تلمس هناك أناس يقولون من أنهم جربوه وتلمس ما تلمس نذهب إلى فاصل تلمس ورأت قطرة وزيد بنت خير نعات جينب ورأت رأس أخيها بتضيب الحيخ به وغرب فقد قامت في شموطه كعلي الحين يغضب ثم قالت لي يزيده ويغضل أحزان تلهب أغضل يمت الأمور لك آي أبحث جيور فاحترأت الغرور لذا إن الله لم يعطيك نعمة إلا ما أعطاك كيف تزاد إذما لا والله لا والله والله لن تمحوا لنا الله الله لن تمحوا لنا ذه فكب كيدك فكب كيدك واسعى الله 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 لنا نعمة الله لك لن تمحوا لنا يا والله يا والله يا والله كما ينبوك الحاجة إذن صار عندنا الأفق الأول من آفاق ليلة القدر من آفاق سورة القدر فسورة القدر هي مرآة لليلة القدر الأفق الأول ليلة القدر خير من ألف شهر إنه ملك بني أميه الأفق الثاني خير من ألف شهر عملنا في ليلة القدر خير من عملنا في ألف شهر قمري قطعا الحديث عن أشهر قمرية هنا ومر التفصيل في ذلك الأفق الثالث الارتباط بين ليلة القدر والقرآن والذي يرتبط بنا هو المصحف الذي بايعنا الذي بايعنا على أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي فقط بايعنا في الغدير على هذا في الغدير الأولي العلوي وفي الغدير الثاني القائمي المهدوي بايعنا على هذا ومر الكلام بهذا الخصوص الأفق الرابع ليلة القدر هي ليلة التقدير الأصغر لها وجه ترابي نحن نحييه بالعبادة بأي شيء وأفضل العبادة طلب المعرفة إمامنا الكاظم يلخص لنا الحقيقة واضحة في جملة واحدة أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج خدمة إمام زماننا الخدمة تتوقف على المعرفة وهذا هو المطلوب مننا أن نقوم به في ليلة القدر لكما يضحك علينا معممو النجفي وكربلاء هؤلاء معتهون لا يبقى هنا شيئا حمير هؤلاء حمير حمير بتمام معنى الكلمة يقضون ليلهم بصلاة قضاء ستة أيام وحق الحسين حمير أئمتنا يريدون مننا أن نخدم إمام زماننا في ليلة القدر هي ليلته هو سيد الليلة هو صاحب الليلة لكن ماذا تنتظر من هؤلاء التافهين السفاء هو هذا الذي يأتي منهم هذا أفضل ما عنده ليلة التقدير الأصغر أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخمسين بعد المائتين الفصل الثاني عنوانه فيما نذكره من الرواية أن أول السنة شهر رمضان واختلاف القول في الكمال والنقصان أن أول السنة شهر رمضان هذه السنة المهدوية نحن لا نتحدث هنا عن السنة الهجرية السنة الهجرية تبدأ في الأول من ربيع الأول بحسب تأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله أما السنة المهدوية سنة الإمام المعصوم تبدأ من شهر رمضان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رأس السنة شهر رمضان رأس السنة شهر رمضان رواية موجزة مختصرة وواضحة رأس السنة شهر رمضان ماذا نقرأ في الجزء الثاني من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثانية بعد المئة باب 118 ما يقال في أول يوم من شهر رمضان في أول يوم من شهر رمضان الحديث الأول دعاء مروي عن إمامنا موسى بن جعفة روي عن العبد الصالح موسى بن جعفة صلوات الله عليهما على موسى وعلى جعفة إمامنا الكاظم يقول أدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة إنها السنة المهدوية السنة المعصومية هذه سنة الأئمة تبدأ في الأول من شهر رمضان لكن النظام نظام قمري التقويم الهجري هذا تقويم تقويم لحياتنا الدينية التقويم المهدوي هذا تقويم لعلاقتنا الخاصة بإمام زماننا بدايته من شهر رمضان هكذا هكذا يقول إمامنا الكاظم ادعو بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة لأن السنة بدأت في أول يوم منه عودوا إلى برامجي التي ركزت فيها على أن شهر رمضان هو شهر صاحب الأمر وأكثر أدعية شهر رمضان التي عندكم في مفاتيح الجنان ترتبط بصاحب الأمر بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر هذا الدعاء تقرؤونه ولا تعدونه من أدعية الفرج اللهم أدخل على أهل القبور السرور تتصورون أن الدعاء للموتى هو دعاء للموتى لكنه دعاء فرج متى يدخل السرور على أهل القبور عند ظهور صاحب الأمر وإذا تستمرون في قراءة الدعاء اللهم اشفي كل مريض متى يتحقق هذا المعنى هل يمكن أن يشفى كل مريض قبل ظهور الإمام اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين في الدعاء نفسه هل يمكن أن يتحقق هذا قبل ظهور الإمام اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع هذه المضامين لا تتحقق إلا في الدولة المهدوية فكل أدعية شهر رمضان حتى هذا الدعاء هي من أدعية الفرج قد فصلت القول في برامجي بهذا الخصوص السنة المهدوية تبدأ من أول شهر رمضان وصيام شهر رجب وصيام شهر شعبان مقدمة لاستقبال هذه السنة لخدمة إمام زماننا هذه الأشهر رجب شعبان وشهر رمضان هذه ربيع الخدمة المهدوية إذا كان هناك من ربيع في السنة المهدوية للخدمة هذا هو ربيع الخدمة المهدوية في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان الإمام الكاظم هكذا يقول ادعو بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة وذكر أن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة في دينه ودنياه وبدنه ووقاه الله شر ما يأتي به في تلك السنة اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء عزته التي قهر بها كل شيء هم ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وذل كل شيء لكم هذه هي العزة القاهرة التي ذل لها كل شيء الدعاء طويل إلى أن يقول يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد وألبسني في مستقبل سنة هذه سترك وجهي بنورك وأحيني بمحبتك وبلغ برضوانك وشريف كرائمك وجسيم عطائك من خير ما عندك وألبسني في مستقبل سنتي الحديث عن الأيام القادمة هذا دعاء في اليوم الأول من شهر رمضان فالأيام التي تأتي في مستقبل الوقت إنها أيام هذه السنة التي أولها أول شهر رمضان وفي موطن آخر من الدعاء اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبني إلى كل عمل أو فعل أو قول يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين وفي موضع آخر اللهم اجعلني في مستقبل سنة هذه في حفظك وجوارك وكنفك وفي أواخر الدعاء اللهم فبذلك فكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها الدعاء يكرر هذا المعنى من أن السنة هذه تبدأ في أول يوم من أيام شهر رمضان نقرأ في الكاف الشريف في الجزء الرابع في الصفحة السادسة والستين في الباب الخامس والأربعين الحديث الأول بسند الكليني عن عمر الشامي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فغرة الشهور غرة الشيء أوله ولذا الأيام الأولى من كل شهر العرب تسميها غرة الشهر فغرة الشهور شهر رمضان فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان هذا مستوى من مستويات التنزل فاستقبل الشهر بالقرآن الرواية واضحة من أن السنة المعصومية من أن السنة المهدوية أولها شهر رمضان هذه الرواية رواها الكلين في الكافي هذا هو الجزء الرابع في الصفحة السادسة والستين ورواها الصدوق في الفقيه أيضا هي هي في الجزء الثاني من الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة التاسعة والتسعين إنه الحديث الثالث عشر هو هو بعينه إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فغرة الشهور شهر الله وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن ورواها الطوسي أيضا في التهذيب إنما أشير إلى هذا كي تعرفوا أن الرواية معروفة جدا عند أهل الحديث وإلا لما رويت في كل هذه الكتب في أهم كتب الحديث عندنا فهي مروية في الكافي ومروية في الفقيه ومروية في تهذيب الأحكام هذا هو الجزء الرابع من تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المائتين في الباب الثامن الذي عنوانه باب فضل شهر رمضان الحديث الأول أخذها عن الكليني بنفس السند عن عمر الشامي الرواية هي الرواية الرواية جاءت مروية في الكافي وفي الفقيه وفي التهذيب الإمام ابتدأ بالآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقلت لكم في الحلقات والأجزاء المتقدمة من أن السنة هنا قمرية وهذا تأكيد لما قلته لكم فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة وقرأت عليكم قبل قليل من إقبال الأعمال لابن طاوس عن إمامنا الصادق من أن شهر رمضان رأس السنة فبداية السنة المهدوية في أول شهر رمضان تلاحظون أن ثقافة العترة هي عبارة عن صحائف لكل صحيفة خصائصها وهذا هو الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية من أن بإمكاننا أن نجعل من كل ليلة من ليالينا ليلة قدر وأفضل وأن نجعل من كل شهر من شهورنا شهر رمضان وأفضل ليس بقدرتنا وليس بفضلنا وإنما بفضل الانتساب إلى إمام زماننا بخدمتنا لإمام زماننا تصبح الشهور عندنا شهر رمضان وتصبح الليالي عندنا ليلة القدر على طول الخاط على طول أعمارنا نذهب إلى فاصل من صاب ملوك الأقطاع بامر الراحية من صاب ملوك الأقطاع بامر من صاب ملوك بيه أفلاح يوم يصبح فزع الأكبر يجني همي يزيل غمي يصحي جسمي يحيي اسمي يعلى رسمي يسر قلبي يا هل عابل انت عابل انت غافل لا تجادل هل فضايم لو ما تندل روح اسأل من الأكمل وانت تعقل بعد لتضل مثل ذاك التاه بالبار مثل ذاك التاه بالبار المرجلة العقد الولى الكون انجلة بيه وحلة الرب فضل الرب فضل كل مالك لظهر حزبة تعزل الراعية كل مالك حزبة أميني ظهرة تعزل الراعية من الله ملوكية تعالي رسمية مو بدت معاعد يا منصاب ملوك الأقطاع بامري الراعية منصاب ملوك الأقطاع بامري الراعية سلطة الاتحادة سلطة الاتحادة بالبارية ملوكية 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 الحديث الحديث والستون بسنده بسند الصدوق عن الصباح ابن سيابة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلق الشهور إثني عشر شهرا وهي ثلاثمائة وستون يوما كل شهر ثلاثون يوما فحجر منها ستة أيام خلق فيها السماوات والأراضين فمن ثم تقاصرت الشهور يعني إذا حذفنا ستة أيام النتيجة ما هي ثلاثمائة وأربعة وخمسون إنها السنة القمرية يعني أن التكوين مبني على النظام القمري وليس على النظام الشمسي الرواية واضحة إن الله عز وجل خلق الشهور إثني عشر شهرا وهي ثلاثمائة وستون يوما فحجر منها ستة أيام خلق فيها السماوات والأراضين فمن ثم تقاصرت الشهور قطعا هذه الرواية لا تفهم بهذه السذاجة التي تبدو منها لأول وهلة هناك عمق في هذه الرواية لكنني لا أجد وقتا كي أفصل الكلام في كل صغيرة وكبيرة إلا أن الذي نستفيده من الرواية بخصوص الموضوع الذي بين أيدينا من أن السنة التكوينية أساسها هو الذي ظهر في السنة القمرية أنا لا أقول من أن الكون جرى وفقا للنظام القمري القمر خلق متأخرا ولكن ما جرى عليه النظام القمري هو انعكاس للذي جرى في بداية الخلق من هنا جاءت أهمية التقويم القمري وهذه الرواية وأمثالها تحكس لنا ملاكة تشريع التقويم القمري الكلام فيه تفصيل وقت الحلقة صار طويلا سأكمله لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر